اشتركوا في القناة واللي يمكن بتضم أثار مهمة جدا 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 والحيانه مبادرات عدة بتهتم بدا والنهارة تحديدا هنتكلم عن مبادرة سيرة القاهرة اللي بيشتغلوا من 2019 تقريبا بيعملوا حملات توعوية عن العاصمة وعن الأثار والأماكن اللي موجودة فيها هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن المبادرة دي دلوقتي معينا الأستاذ أحمد عبدالعظيم أو عبدالعظيم أحمد مؤسس مبادرة سيرة القاهرة أهلا بيكم نورنا أهلا بيك أهلا بيك أستاذ أحمد اشمعنا سيرة القاهرة يعني بغض النظر عن التفاصيل كمان اللي هدير قالتها إن دي فيها تفاصيل كتيرة جدا العاصمة دي لكن في محافظات تانية برضو حلو بس اشمعنا يعني حضرتك اخترتوا القاهرة طيب هيا دي بترجع لعدة أسباب سبب مهم جدا أن النظرة للمدينة القاهرة النظرة البحثية والنظرة التاريخية المدققة في هذه المدينة ما فيش كتب هتقدر تستوعبها وما فيش مجلدات هتقدر تستوعبها برغم أن مدينة اتقل فيها مجلدات على مدار ألف سنة ما زالت مصادر مهمة جدا بنرجع لها مدينة مبين معظم مدن العواصم الدول الإسلامية والعربية هي المدينة الأهم في الكتب الخطط يعني ده نوع من علم التاريخ اتعرف بكتب الخطط يعني إزاي أتكلم على منطقة غرافيا وتاريخيا وتراثيا وأقول الخبايا والأسرار اللي فيها عندنا مصدر مهم جدا لمؤرخ مصر الأشهر في العصول الوسطى تقايد دين المقريزي ده عملوا فيه كتاب اسمه المواعد والاعتبار بذكر الخطط والأسرار ده إحنا كده في عرفنا كباحثين مهتمين بتراث المدينة بيسميه المفتاح يعني من لم يقرأ المقريزي ما يعرفش قيمة القاهرة وتفاصيلها وبالتالي فأنا بتكلم في مدينة لو فضلت أشتغل عليها المئة سنة جاية أكيد مش هقدر أتكلم على كل تفاصيلها وجوانبها طب المدخل المميز لمبادرة سيرة القاهرة بما أننا بنقول أنه هذا التاريخ تم تناوله بشكل كبير من باحثين عدة لكن أكيد أنتوا عندكم رؤية ما داخل المبادرة عايزة كما نعرف الفريق البحثي هل كلهم متخصصين في السياحة والأثار رؤيتكم إيه لمسألة سيرة القاهرة وإزاي حتى تناولوه؟ طيب إحنا دورنا خيط بيوصل للعاصر اللي إحنا عايشين فيه يعني أنا عندي المقريزي الكتب في العصور الوسطى عندي بعد كده علي مبارك عمل كتاب مهم جداً اسمه الخطط التوفيقية بعديه بربعمائة سنة فأنا حالياً مين اللي يكتب خطط المدينة أو خطط القاهرة ولكن طبعاً بشكل مختلف لأننا بقينا في عصر تكنولوجيا وإنترنت وسوشيال نيتورك فبنحاول كمان نستغل الأدوات دي إحنا نعمل خيط يتصل من القاهرة العصور الوسطى لحد الوقت إزاي بطرق مختلفة؟ في الحقيقة يعني ممكن من خلال كتابات ومقالات بحسية فيه كتاب مهم جداً هنصدر إن شاء الله آخر السنة اسمه القاهرة مؤرخة وهو عدد من البحثين الكبار وبحثين الشباب بيتناولوا القاهرة من 22 موضوع تقريباً ده هنصدر قريباً إحنا عملنا إيه في المبادرة؟ يعني بنتكلم بقى ده يقدر يوصل أكتر السؤال بتحضرتك إحنا نقدر إزاي نشتغل على تفسير هذه المدينة بشكل فيه فلسفة وبشكل فيه خطط من خلال أعمالنا اللي قمنا بيها على مدار ثلاث سنين البحثين اللي بشتغلوا عن القاهرة بشكل عام مش بالضرورة يكونوا أعضاء في سيرة القاهرة ولكن إحنا مجتمع يعني تقدر يتسميه كده مجازي بالمدينة أو المهوسين بالمدينة زي فكرة كده بودلير في فرنسا لما كان مهوس بالمدينة وكتب عنها بالشعر والأدب فدي حقيقة يعني هم كتير وبيتزايدوا وإحنا بنشوف إن المدينة بتصطاد بشباكها هؤلاء المهتمين بالمدينة يا ساحرة على فكرة يعني اللي بيدوق ساعات ودقائق وهو بيتمشى بزرطة في الغورية ولا في الأزهر ولا في شرع المعيز لدين الله الفاطمي لا لازم هيقوم عايق بيها بشكده إحنا دايما بنقول لا يا مدينة لا تنبق أصلا وبترجاش لوحك بتبقى رايح رحلة بعد كده بصحابك بقى حد من عيلتك بيحصل حالة جذب صح يعني اللي بيروح مرة ما بيقدرش بعد كده يقعد فترة وما يزورش مزارات المدينة المتعددة وكل واحد ببقى ليه عين يشوف بيها المدينة بالعين بتاعته إذا كان هو بيروح الجوامع والمساجد الأسرية الحراط أنا مثلا مفتون باللافتات بتاعة الحراط وتفسيرها وعندنا إن شاء الله مشروع يخرج من سيرة القهراء بس هيخد شوية وقت لنه نعمل بيبلوغرافية لليه هذه اللفتات ده في أي منطقة بقى أستاذ عبازيب دي كانت تمشية مع بروفسير نزاري الصياد وهو ده يعني مؤرخ عمراني مصري أمريكي شهير جدا في المجال بتاعه إحنا لما صدقنا جيد قهراء وقلنا يعمل لنا تمشية في شارع القصبة العظمة اللي احنا بنعرفه الآن بشارع المعايزة لكن في الحقيقة هي كانت تمشية فيها إفادة ده النصر محمد بن قلون الجامع للسلطان مصري شهير جدا وحارة الصلحية من أشهر حارات القهراء وكان بيشرح فيها الفلسفة المعمارية للشارع يقول لها حضارة إسلامية هي حضارة يعني حتى اللفظ لما يقوله مش عارفين نقول المملكية على حاجات كتير جدا ممكن نقول حضارة إسلاماتية معبرة عن ممكن نقول حضارة قهرية بمناسبة يعني هي خاصة بالمدينة ومن روح المدينة في الحقيقة الممليك كمان لما اشتغلوا في العمائر بتاعتهم في القهرة هي عمائر مميزة جدا واخد الطابع شخصية القهرة يعني حتى العمارة المملكية في مدن أخرى يعني هي مملكية أيضا ولكن القهرة دائما تلاقيها متفردة بشخصيتها المعمارية خصوصا لها كانت الحاضرة أو كانت العاصمة العاصمة السلطان المملكية وكان فيها الخلافة العباسية طب احنا هنا في سيرة القهرة يا سعب عظيم يعني انتوا بدأتوا تلت سنين صح؟ تلت سنين ده انتوا بدأتوا في أز الكورونا احنا عاديين بقى عاديين الشغف بتاعنا وكنتوا بتروحوا أيام الكورونا لحاجات كنوا بروحوا طبعا وبوسائل يعني افتكر لأحنا كنا بيبقى معانا الكلافزات ومعانا الكيمامات ومعانا الحاجات طب وصقنا ايه بيعني يعني ايه اللي احنا عملناه؟ احنا عملنا يعني بدأنا بخمث أثار كانوا مهملين ونظفناهم على حسابنا طبعا بشكل تطوعي والحمد لله بعض هذه الأثار دخل ترميم وبدأ يظهر زي ايه؟ يعني على سبيل المثال حذك لو انت ماشي في شارع تحت الربع فيه سبيل اسمه حسن أغا أرزنكان ده سبيل من عصر محمد علي وحسن أغا أرزنكان ده وظيفته كان البواب بتاع محمد علي فيبني منشأة كبيرة زي السبيل ده ده كان مش متشاف تقريبا يعني اللي بيمشي في جولة سياحية مقدرش يشوفه عشان كان متغطى بنخل أنا متعني حتى ما بيوزكارش لو حد بيشروح لنا ما حد بيوزكارش فاحنا الحمد لله قدرنا اللي احنا نضافه ونشيري الإشغالات بالتواصل طبعا رسمي ودلوقتي حيك لو ماشي هتشوف السبيل روعة متنظف وجميل والخطوط اللي عليه بقيت واضحة أكتر فتقدر تعرف ان الجزء ده من المدينة من 200 سنة كان فيه سبيل اسمه حسن أغا أرزنكان طيب حضرتك قلت خمس أثار خمس أثار آه بدأنا بقبة الحصواطي قبة محمد الحصواطي وهي في الحقيقة قبة أثرية مهمة بتعود لوحدة من نسل البيت الشريف السيدة زينب الهاشمية بس دايما القاهرة في تاريخها مرتبطة بالأساطير الشعبية وبالتراث الشعبية فيطلع اسطورة أو قصة ما عن محمد الحصواطي فالتسمية هنا تبقى هي الشائعة أكتر فتتسمى قبة الحصواطي لكن في الحقيقة كتب والمصادر التاريخية بتأكد ان مدفون فيها السيدة زينب الهاشمية من ناس القلبيت الشريف ده فين دي ناس عمد؟ دي موجودة وراء قبة الإمام الشافعي يعني منطقة الإمام الشافعي برضه هي منطقة مهمة جدا هي منطقة موجودة في عرافة الإمام الشافعي كم منطقة فيها أثر إسلمية؟ القاهرة كلها يعني ما تقدرش تقول منطقة معاقبة كل القاهرة قولا واحدا بكل التخصيل فيها إذن أنت من بداية تقريبا شارع الأزهر وإنت داخل بقى كده هي دي المنطقة كل ما بتتغول فيها صح؟ بزبط هي حدود القاهرة التاريخية اللي نقدر نقول أصنعها عندنا كمان كم قاهرة يوس إحنا عندنا قاهرات متعددة أنا هتكلم على قاهرة الفاطمين اللي نشأت من 969 يعني إن شاء الله في 6 يوليو اللي جاي تبقى القاهرة تمت في عدميلادها 1054 سنة الله وده إحنا بالمناسبة إحنا المبادرة الوحيدة اللي بتعمل عدميلاد القاهرة بشكل مجتمع يعني في بيت السيناري بيت أثر مهم برضو فأنا عند قاهرة الفاطمين عند قاهرة المماليك عند قاهرة العثمانين عند قاهرة محمد علي عند قاهرة إسماعيل عند قاهرة الحالية لكن المقصود لما بقول القاهرة التاريخية اللي أنا بقول الأحياء التاريخية فزي ما هتقول يعني أنا بداية من منطقة السيدة زينب الموسكي الأظهر العتبة الجمالية الضرب الأحمر وناخد بالنا هنا لما أقول الجمالية والضرب الأحمر فهي واقع كل حي كبير فيهم عدة أحياء ينتهو بجبل معطم لأن هو القاهرة تاريخيا من جبل المعطم لنهر النيل يعني هي دي حيز القاهرة الوغرافي من الشرق إلى الغرب طيب أنا عايزة أروح مع حضرتك عايزة أكمل كمان الثلاث أثار المقاين وعايزة أعرف إزاي بتعمله مجهود أنه الناس تعرف الأثار دي بما أننا ما كانش عندنا معلومات كافية عنها وأنتو فين مثلا من السوشيال ميدي هل أنتو يعني إحنا شفنا أنه بعد موكب المميوات العالم كل العالم كانت أنظروا بتتجه لمصر والناس اللي ما جاتش عايزة تيجي وكان بعد كده يمكن حصل كورونا كانوا ابتلت بعض المتاحف وزارة السياحة الأثار بتعمل جوالات افتراضية داخل المتاحف دي أنا حتى بشوف أنه المؤثرين اللي اليوم علاقة بالسياحة والأثر من أكتر المؤثرين اللي الناس بتشوفهم وتتفرج عليهم أنه يكون حد منهم موجود داخل الممتاحة الأثرية دي يشرحها للناس دا شيء مهم جدا طيب موضعي خلينا نقترح العاقل اللي إحنا وإنتو تجي معنا زيارة بقى يعني الوجوه البارزة في المجتمع كلها زي ما حيك قلت لو تواجدت في الأماكن دا دا عنصر جازب مهم يعني يخلي الناس تحب تروح وتزور الأماكن دا طبعا إحنا ما عندنا شارع معز بس هو شارع المعز كالليه نصيب وحظ وافر من الترميم والتجديد وفتحه بهذا الشكل لكن عندنا شارع أخرى مليئة بالأثار ينفع تتعامل زي شارع المعز على غرار ترميم شارع المعز وليكن شارع الصليب ويبقى زي بزيطة طبعا عندنا أكتر من شارع بهذا الشكل يعني يجي من خلالهم سياحة كتير إحنا قدمنا عدة أفكار كنا قدمنا مقترحات عشرة لقطاع الأثار الإسلامية وقعدنا مع وزارة السياحة وإنها ممكن حاجات بتتعامل بشكل بسيط جدا ما فيهاش تكلفة ولكن تلفت نظر السياحة والسياحة الداخلية كمان إحنا دايما بنتكلم على السياحة الخارجية لكن السياحة الداخلية بتبع مهمة جدا أو بيتدخل يبقى فيه دخل برضو لأنه هو بيروح يقطع تكت لهذه الأماكن زائد إن فيها انتماء كمان يعني بيزود انتمائي لبلدي هو ده بقى وهوية بلدي من ضمن أهداف المبادرة المكتوبة هدف الانتماء للمكان يعني إحنا دايما بنقول مش هتتتعرف على مكان منتني لي فتتعرف عليه الأول وتجول فيه أنا آسف يا شعب عظيم دي قبة يونس الدوادر في منطقة اسمها الحطابة وده المشهد الختامي في فيلم الحطابة إحنا عملنا فيلم اسم الحطابة عن هذه المنطقة أنتم بتعملوا أفلام وثائقية أفلام وثائقية أنتجنا 16 فيلم الغد دلوقتي بالجهود الذاتية هاي وتطرح على السوشال ميديا كلها على عندنا قناة يوتيوب باسم سيرة القاهرة حين عشان هيكون سألت إحنا فيه من السوشال ميديا عندنا بيجي اسمها سيرة القاهرة أعتقد بشكل كويس منتشرين يعني إلى حد ما عندنا على التيك توك وعندنا على الإستجرام هل أنت أقول لحضرتك لأن الأفلام الوثائقية دي للنخبة برضو لكن علشان نوصل للناس كلها لازم الموضوع يكون أبسط ما يكون فيلم وثائقي هو فيلم وثائقي مبسط لأن أنا بتعامل باللهجة العامية يعني الفي او بتاعي بالعامية ولكن البحث بيبقى مرهق وصعب جدا فهي العملية زي أفكك البحث بالمعلومات الصلبة دي وبسطه للغة وبسطه أقوله بقى ولذلك جزء من جمهور الأفلام دي سكان المناطق اللي بنتكلم عنه وده أكتر حاجة بتسعدني لما عملت عن المغاربين يظهروا في الأفلام دي يحبوا يشوفوا طبعا الحي بتاعهم فيه تفاصيل إيه وبيوصلوا لنا رسائل على الصفحة مناطق أخرى تعالوا عمالوا عندنا وعلى فكرة الأفلام الوثائقية دي هي في صعود الأيام اللي جاية على فكرة لأن زي مهدير بتقول إن فيه شخصية عامة بتعمل حاجات الحكي ده بتعمله في نفس الأماكن دي الحكي ده لو يعني طبعا المغيرة الوثائقية كمان يعني برضو قد الدفعة إن كل الشباب بقوا حابين يتفرروا على الأفلام الوثائقية حاجات كتير عن القاهرة هي مدينة تستاهل يعني وينفع نتناقش عن القاهرة من خلال زوايا كتير جدا وما تخلص أنا كنت بعمل مصرحية في أصر ثقافة الغوري منطقة الغورية دي كنا بنعملها في شهر رمضان بس لا حاجة حالة مختلفة خمس سنين حاجة مختلفة خالص 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 والشوارع بتاعتها والأذقة لا لها عبق تاريخ كده أنت تبقعد حاس إن إيه في حد فيه روح هتطلع لك كده ده من سميع السمع الحس المديني يعني إزاي يبقى عندي حس وجداني بالمدينة بالمناسبة ده حصل من قرن 19 وهي كانت فترة ذهبية للكتابة عن المدينة من خلال المستشرقين استانلي لينبول عمل كتب مهمة من ضمنها كتاب اسم سيرة القاهرة اللي احنا أخذنا منه الاسم اتكلم نفس الكلام اللي هكي قلته على فكرة إزاي ممكن تتجسد ليالي ألف ليلة وليلة في مدينة القاهرة وهو طلع كمان بفردية مهمة خاصة بيه هو قال إن هو يشك إن روايات ألف ليلة وليلة والقصص بتاعتها إنها تبقى شخصية المكان اللي فيها القاهرة ولكن كتبت بغداد هو عايز يوصل معنا إن والله المدينة المكتملة بتاريخها اللي هي كأنها مدينة من العصور الوسطى جات في القرن 19 زي ما هي هي القاهرة مش بغداد ولما تيجي تدرس ده بشكل جغرافي وبشكل عمائري وبشكل آثري كلام مزبوط ما هي في المجل إن القاهرة إحنا متفردة ما بين المدن الحضارة الإسلامية اللي هي تقريبا لسه فيها المميزات والسمات بتاعت العصور الوسطى من خلال المنشآت من خلال الدروب من خلال منحنايات الشارع صح تفاصيل كتير جدا ويقول فيها كتب عظيمة ومن خلال كمان تغذية الفكرة دي عن طريق وزارة الثقافة الحقيقة صندوق التنمية الثقافية لما بيجي يعمل ندوات شعرية أو غنائية أو غناء تراصي أو أو مصرح مرتبط بالأماكن دي في كذا بيت في الحقيقة أنا بشكر صندوق التنمية الثقافية لأننا احنا كان لنا تجربة مهمة جدا والحمد لله لسه ممتدة احنا شاركنا معاهم اللي احنا نعمل يعني ندوات مختلفة ما بين شراكة ما بين سيرة القاهرة وما بين صندوق التنمية الثقافية وما بين بيت المعمار المصري اللي هو جزء تابع لصندوق التنمية الثقافية واعتقد ده كانت ندوات مهمة جدا ودي حاجة من ضمن اللي بتعمل لهم ببادرة سلسلة ندوات سيرة القاهرة وهم كانوا بيتحن أماكن كتير زي أصر الأمير طاز عملنا فيه أصر الغوري عملنا فيه بيت السحيمي بيت السحيمي عملنا فيه يعني تقريبا ما سبناش مكان قلما عملنا فيه حتى الهناجر عملنا فيه وبالمناسبة احنا شاركنا بفيلمين في مهرجان القاهرة للفيلم السينماء القصير أو مهرجان دولي شاركنا بفيلمين من انتاجنا فيلم اسمه زاكرات الحجر بنتكلم فيه عن منطقة ضرب المصمت والمسافر خيانة وفيلم تاني اسمه ضرب القرمز بنتكلم فيه عن ميلاد ونشقة نجيب محفوظه وارتباطه بالأحرار الأفلام دي مترجمة ببيننا نقول المسابقة الدولية لأنه دي نقطة مهمة جدا إنه ما نبقاش طول الوقت احنا بنحكي البعض احنا عايزين نتكلم العالم هو فيلم ضرب القرمز شارك في لفت أوف في لندن وبالمناسبة هو كمان بقى فيه جزء من جمهورنا أجنبي لأنه زي ما حيك قلت كان مهم جدا عندهم شغلت كبير جدا بالحضار المصري ولا يعني مش عايز قولك ولا عامل ازاي وغيين قريين ومذاكرين ومعايزين يشوفوا مع بعنيهم أنا كان بيتواصل معايا ناس اللي هم حابين جدا ينزلوا يشوفوا القاهرة من خلال الأفلام اللي بنعملها وتواصل معايا بالمناسبة واحدة صحفية شهيرة جدا أنا اتفاجئت اللي هي كانت عملت لقاءات مع ناجين محفوظه مع جمال الغيطاني وبعتت لكتاب مصور عن القاهرة هيا كان صحفية مصورة وبتبدأ إعجابها أن الغيط دلوقتي فيه ناس بيتكلم عن القاهرة بهذا الشكل فأعتقد أنا يعني أفتخر كوني قاهرة مصري إدرت أنا والمجموعة اللي شغالة نقدم الصورة دي عن المدينة وإحنا بنبدأ إعجابنا بالمبادرة الجميلة دي سيرة القاهرة حقيقي يا صعب ظهر وإحنا تحت أمرك في أي أنا بشكل شخصي تحت أمرك في أي وقت أنا بأعزمكم على تمشيات بالتوفيق يا رب إحنا بنعمل تمشيات تراثية وهتستمتعوا جدا وإحنا جايين معك مش هنيجي لوحدنا نورتنا وشرفتنا ومتشكر جدا لمجهودك وإخلاصك ربنا خليك أنا بشكركم جدا جدا ويا رب تبقى حلقة كويسة إن شاء الله ربنا شرفتنا ونورتنا شكرا جزيزي إحنا كده يبقى خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة نشوفكم دايما يا رب على خير السلام عليكم